موسيقى اهلا بكم الى نشرة الاخبار من يمن شباب معكم هشام جابر ومروى السوادي وتتابعون فيها نائب الرئيس يتحدى الميليشيا بزيارة معقلها بصعدة ويؤكد اقتراب الجيش من رفع العلم الوطني فوق جبال مران الميليشيا ترد على هزائمها بقصف وتهجير المواطنين بمقبنة غرب تعز وتقرير دولي يكشف عن مقتل خمسمائة يمني خلال تسعة ايام مختطفون بسجن بئر احمد يواصلون اضرابهم عن الطعام وامهات المختطفين تجدد مطالبتها وزير الداخلية بالكشف عن مصير ابنائها موسيقى السلام عليكم زار نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح مواقع الجيش في الملاحيذ ومران معقل الميليشيا الحوثية في محافظة صعبة وجاءت الزيارة تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني السادس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر واكد الفريق محسن ان الجيش الوطني بات على مقربة من انجاز الوعد الذي قطعه الرئيس هادي برفع العلم الوطني فوق جبال مران معقل زعيم التمرد والانقلاب واقام الفريق محسن بجولة تفقدية استمع خلالها لاوضاع المقاتلين المرابطين في المواقع المختلفة مثنيا على دورهم في مقارعة ميليشيا الانقلاب وحماية الثورة واهداف الجمهورية ومكتسباتها الوطنية كما شهد نائب الرئيس احتفالا عرضا عسكرية الرمزية لمنتسبي لواء العروبة احتفاءا بالذكرى السادسة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وعبر الفريق محسن عن سعادته وسروره بمشاركته احياء ذكرى الثورة اليمنية بين ابنائه من ابطال الجيش في ميادين الجمهورية والعزة والشرف بمحافظة صعدة وتعهد الفريق محسن في كلمته بعدم السماح بان تكون الصعدة منصة لاطلاق الصواريخ باتجاه دول الجوار وباتجاه مكة المكرمة كما تعهد بعدم السماح للحوثي بان يزج بابناء محافظة صعدة وبالقوة في حربه الارهابية والعبثية التي يشنها على بقية المحافظات في البلاد مضيفا أن صعدة ستعود كما عرفها كل اليمنيون أرضا مسالمة طيبة أنا على ثقة من الآن أن الوعد الذي قطعه في حامة الآخر رئيسة الجمهورية أثناء سطابه في عدن عسمة اليمن الانتقالية وقال سنرفع العلم على جبال مران وأنتم الآن قريبين جدا من رفع العلم على جبال مران الأبية تتكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية هزائم متلاحقة في المواجهات المتجددة مع أبطال الجيش الوطني بجبهة مقبنة غرب تعز وأكد قائد جبهة مقبنة حميد الخليدي في مداخلة مع قناة يمن شباب أكد أن الجبهة مشتعلة بشكل مستمر حيث تحاول الميليشيا شن هجمات متكررة على مواقع الجيش في جبهة مقبنة في محاولة لتحقيق اختراق يرفع معنويات عناصرها إلا أن سرعان ما تخفق أمام ضربات وصمود الجيش وأوضح الخليدي أن الجيش صد هجمات في اليومين الآخرين على جبهة مقبنة موك عن قتلى وجرح في صفوف الميليشيا التي هاجمت من عند محاور وأشار قائد جبهة مقبنة أن الميليشيا الانقلابية هجرت قصرا ما يقارب الخمسين أسرى من قرية الكدمة وأنها ليست العملية الأولى وأكشف الخليدي عن أن مائة وستين أسرة هجرتها الميليشيا في وقت سابق من منطقة الإخلود وعددا من الأسر في منطقة العبدال إضافة إلى نزوح تسعين أسرة في عزدة اليمن أعلنت ألوية العمالقة في الجيش الوطني مقتلى عدد من القيادات الميدانية البارزة لميليشيا الحوث الإنقلابية في الحديدة وأكدت ألوية العمالقة في بيان المصرع المطلوب الثارث للتحالف العربي محمد علي الحوثي إلى جانب القيادي هادي محمد الكحلان المطلوب رقم تسعة وثلاثين في غارات جوية للتحالف العربي بالحديدة وذكر البيان أن قائد النخبة في ميليشيا الحوثي المقدم علي أحمد المعوضي والمكنة أبو مقدام لقي مصرعه وأربعة عشر من مرافقه بغارة جوية لطيران التحالف العربي في كيلو ستة عشر بالحديدة واستهدف طيران التحالف العربي بغارات أخرى ثكنات وتجمعات لميليشيا الحوثي وتعزيات عسكرية كانت في طريقها إلى كيلو ستة عشر خلال محاولة منهم التقدم لفتح طريق إمداد لهم بعد أن قطعت قوات ألوية العمالقة طريق الإمداد للميليشيا الحوثية عن الحديدة من صنع هذا وأكد تقرير حقوقي ارتفاع نسبة القتلى من المدنيين في اليمن بنسبة تزيد عن 164% منذ يونيو الماضي هذا وقال تقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية التابعة لمجموعة المراقبة ايكليد او اي سي ال اي دي ان معدل الوفيات الشهرية بين المدنيين يصل إلى 116 حال شهريا منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية هجومه على مدينة الحديدة وأفاد مدير لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن فرانك مانك مانوس أن شهر أغسطس الماضي كان الأعنف في اليمن حيث شهد مقتل 500 شخص خلال 9 أيام فقط ويؤكد مانوس أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ليست طرفا بل تقع في صلب القانون الدولي تتواصل الاحتفالات الشعبية في عدد من المحافظات المحررة احتفاءا وابتهاجا بالأعياد الوطنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وقد شهدت اليوم محافظات تعز وحج والجوف ومأرب احتفالات خطابية وفعاليات مختلفة في إطار الفرحة الشعبية المتواصلة بالذكرى السادسة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والتي أنهت الحكم الإمامية الرجعية والسلالية البغيط وشددت الكلمات على همية الاستفاف الوطني خلف القيادة الشرعية والجيش الوطني في هذه المعركة المصيرية ضد ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية ومن أجل استعادة الدولة المنهوبة وتخلل الحفل لتقديم فقرات إنشادية ووسطات غنائية وقصيدة شعرية عبرت على المناسبة ونالت استحسان الحاضرين احتفت محافظة الجوف بالعيد الوطني السادس والعشرين من سبتمبر في ذكراه السادسة والخمسين المزيد في التقرير التالي يعود سبتمبر وتعود معه فرحة اليمنيين بذكرى الحرية والكرامة والتخلص من الاستبداد والكهنوتية كما احتفل أبناء اليمن بذكرى ثورة سبتمبر كان لأبناء محافظة الجوف مشاركة فاعلة من خلال إقامة حفل فني وخطابي بحضور قيادات عسكرية ومدنية تخلى له عدد من الكلمات والأناشيد المعبرة عن مدى عظمة هذه الذكرى لأبناء الجوف فتكرى الثانس والخمسين لذولة سبتمبر العظيم هذه فورة مجيدة التي فنقضها لأحفار اليمن ضد الكهنوت الإمامي الخارقة للتخلص والرجعية التي سير على شعبنا في أحكام تاريخة تثبت الجوف يوما بعد آخر أنها منبع الثورة وحاضنة الجمهورية فقد كان لأبناء الجوف أدوارا بطولية في محاربة الإمامة في الماضي وسعيها لاستعادة الجمهورية من الإماميين الجدد والتي ما يزال أبناؤها في قمم الجبال وبطون الأودية يبذلون دماءهم رخيصة في سبيل تثبيت دعائم الجمهورية ووأد الإمامية في مهدها سنمتع على مرضى عليه فهدار الأحرار وسنضع سبتمبر جديد والتاريخ يعود نفسه وذلك التاريخ لم تقبل المسيطة سبحاني أسماء طبا والمستدين والمدعين الحق بالله سنواصل جهاد الله معنا في النصر والشهادة المشاركون في الاحتفائية أكدوا عزمهم على المضي في طريق الكفاح والنضال الذي رسمه لهم ثوار سبتمبر نحو دولة الجمهورية والنظام والقانون والمواطنة المتساوية التي ينشدها أبناء الشعب اليمني فعاليات واختفالات فيها أبناء محافظة الجو احتفاءا بالدفرة السادسة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في صورة تؤكد تمسك أبناء هذه المحافظة بالأهداف السبتمبرية واستمرارهم في نضالهم حتى تحقيق كامل أهداف هذه الثورة المجيدة مجد عياشي من شباب محافظة الجو تعيش مختلف أنحاء البلاد أجواء ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في ظل عودة صنعاء رهينة بقبضة مخلفات الإمام الغاشمة كما لو أنها الذكرى الأولى للثورة والنصر على الإمامة يحتفل اليمنيون بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة بابتهاج وعزة وشموخ وإباء هي الذكرى السادس والخمسون لميلاد اليمن وبزوق فجر الحرية والجمهورية للمرة الرابعة يحتفل اليمنيون في ظل انقلاب الإمامة الحوثية على الحكم وسيطرتها على صنعاء ورغم كل ذلك يصرون على الاحتفال كل مرة بزخم أكبر من قبله لاعتقادهم أن فرحتهم بعيد سبتمبر شكل من أشكال المقاومة وأي فعل يغيض الإمامة ويعلي جمهورية الشعب هو فعل مقاوم وتعبير رافض للإنقلابيين في مأرب الحضارة عمق اليمن ومنشأ حضاراته احتفل اليمنيون بالذكرى السادس والخمسون لثورة سبتمبر احتفالا يليق بعظمة هذه الذكرى الخالدة أحيى تهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة محافظة مأرب مساء الأمس حفل إيقاد الشعلة احتفاءا بالذكرى السادس والخمسون لثورة السادس والعشرون من سبتمبر المجيدة أوقد العقيل شمعة سبتمبر المجيدة وسط حضور مسؤولي سلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية غاب الشدادي هذه المرة وكانت روحه أرواح كل المناظرين اليمن العظماء حاضرة تلهم اليمنيون على المضي في نفس الطريق اللواء العقيل قال إن أحياء هذه الذكرى العظيمة بمثابة تجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الأوائل وتأكيدا حاسما أن لا عودة للرجعية الكهنوتية المتخلفة وأكد أن قوة الجيش الوطني ستقطع أحلام الإمامة إلى الأبد هذه مأرب وهذه احتفالتها بالثورة والجمهورية أما تعز وما أدراك ما تعز الثورة تنسى جراحها وآلامها وتضع همومها جانبا لتحتفل بسلتمبر المجيد احتفالا يليق بمكانته في قلوب اليمنين جذوة الثورة والنضال والجمهورية ومهد الثقافة تعز احتضنت مهرجانا كرنفاليا وعرضا عسكريا احتفاءا بالذكرى السادس والخمسون لثورة سلتمبر احتشد أبناءها رافعين راية الجمهورية مجددين العهد لأهداف سبتمبر ومقاومة الميليشيا الإمامية حتى النصر يحتفل اليمنيون كلا بطريقته وأسلوبه في الداخل والمهجر غابت الفعالية الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية لكنها لم تغب في نفوس أبناء الجنوب وما كان لها أن تغيب وهي ملهمة أكتوبر لولا ظروف المرحلة والتباينات بين الشرعية والتحالف وأجندات بعض دول التحالف الغامضة أما صنعاء فكانت الذكرى ثقيلة عليها كيف لا وهي المعنية الأولى بهذا الحدث وهذه الذكرى كيف لا والذكرى تحل عليها وهي تعيش نفس ظروف ما قبل نصر سبتمبر رهينة بيد الإماميين الجدد تعيش ظلامة وظلم المليشية لم تغنها احتفالات الإنقلابيين الشكلية وباتت ترمق مشاعر مأربة وتعز مستبشرة بقرب النصر على الإمامة الحوثية لم تكن الحركة التي قام بها أفراد في الجيش اليمني في صبيحة بسبتمبر مجرد حركة عسكرية لإسقاط نظام وصعود نظام آخر بل كانت ميلاد أمة بقيمة الحرية والعدالة لا يضاهها شيء على الإطلاق إلا بعثة النبي في العرب لم ينبلج فجر السادس والعشرين من سبتمبر قبل ست وخمسين عاما من تلقاء نفسه بل فلق صبحه أفراد معدودون من أبناء الشعب اليمني إذانا بميلاد أمة يمنية ودفن لسلالة الكهنوت والموت والفقر والجوع والمرض أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجا فجرنا المختبي فولى زمان كعرض البغي وأشرق عهد كقلب النبي في لحظات الفجر الأولى من ذلك اليوم المشهود سحق طال سبتمبر عناصر الإمامة ودكوا عروشها بعزم يمني وإرادة صلبة مستندين على شعب آمنوا به وآمن بهم زحفوا تجاه قصر الإمامة الجاثمة على صدر شعبنا مئات السنوات ولسان حالهم نحن أحفاد الإبات الشم حمير نحن أقوى من يد الدهر وأكبر قد مضينا من صنوف الدهر نثأر فخارت أمامهم الإمامة الباغية المتعفنة وأعلن الثوار في الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم سقوط الإمامة للأبد وما بعد الأبد وميلاد الجمهورية للشعب اليمني العظيم المستند على حضارة لا يمكن لها أن تأفل مهما جار عليها الزمن تقودي تقودي مشاعر الفخار وقيدنا محطم وليلنا نهار فقد هوى سجاننا ملطخا بعار وانطلقت جموعنا في زحفها الهدار تعيد للأوطان حضارة الأزمان وتصنع الخلود للإنسان فكلنا ثوار وكلنا أحرار ها هو الشعب اليوم في أكثر من عشرين جبهة في كل محافظات الجمهورية يقارع الإمامة ويذيقها الموت الناقع والسم الزأوم يوما بعد آخر تسكن سبتمبر في أرواح اليمنيين وتضيء حياتهم وتشق طريقهم أمام قادتها بالنسبة للشعب وكلما مضى من عمر سبتمبر يوم ازداد ضوءها وجدد اليمنيون عهدهم بها وبأعلامها مرحى بكل الأوائل ثاروا لأنهم فينا نجوما فما ماتوا ولا أفلوا النجم منهم له ظل يمثله على الإمامة في أوكارها دخلوا هم السفينة والربان هم أمل هم البحار وحتى العاصم الجبل قالت الحكومة البريطانية إن جماعة الحوثي تسببت بالكثير من المآسي التي يعيشها الشعب اليمني ودعا إدوين ساموال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعا جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات وكانت الخارجية البريطانية وصفت الوضع الإنساني في اليمن بأنه الأسوأ في العالم موضحة في تغريدة لها على تويتر أن اليمن يواجه خطر المجاعة نظم مركز حقي لدعم الحقوق والحريات وقفة تضامنية في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية مع الضحايا الذين لم يشملهم تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس حقوق الإنسان في اليمن وقال رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسود في الوقفة أن تقرير فريق الخبراء جاء معيبا لتجاوزه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خاصة في الفترة التي احتلت فيها ميليشيا الحوثي لمدينة عدن ودعا الأسود في بيان للوقفة لمجتمع الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى الدفع بعملية السلام في اليمن وإجبار الأطراف المتخلفة على الدخول في عملية السلام جادة وتطبيق الخرارات الدوية ذات الصلة بالشأن اليمني هذا وهتف المحتجون ضد تدخلات الإيرانية في اليمن وطالبين الأمم المتحدة بمزيد من الحزم والشدة تجاه الميليشيا الحوثية الانقلابية يواصل مختطفون بسجن بئر أحمد بعدا إضرابه معن الطعام للضغط على السلطات الأمنية والقضائية بالمحافظة لتنفيذ مطالبهم المشروعة المتمثلة بالإفراج عن من أمرت النيابة بالإفراج عنهم وإحالة البقية إلى النيابة لاستكمال ملفاتهم والشروع في التحقيق معهم لإطلاق صراح من تثبت براءتهم يواصل عشرات مختطفين بسجن بئر أحمد إضرابهم عن الطعام منذ أيام احتجاجا على رفض السلطات الأمنية الإفراج عن عدد منهم أمرت النيابة بالإفراج الفوري عنهم لبراءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم المختطفون عوادوا الإضراب بعد أقل من شهر على إضرابهم السابق والذي تدخلت فيه النيابة ووعدت بتنفيذ مطلبهم وعلى إثرها علق المختطفون الإضراب إلا أن شيئا من الاتفاق لم يحدث المختطفون المضيبون عن الطعام رفعوا ضمن مطالبهم إجراء تحقيق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم اتهامات ولم يفرج عنهم ولم يتم إحالة ملفاتهم إلى النيابة رابطة أماهات المختطفين التي تتظاهر بشكل مستمر أمام منزل وزير الداخلية ومقر التحالف حذرت من أي أعمال عدوانية قد يتعرض لها المختطفون في السجن سيء الصيت الذي شهد حالة انتحار واحدة وأخرى فاشلة فيما يشهد عمليات تعذيب مستمرة وممنهجة طبقا لتقارير منظمات دولية وبينما تصر الإمارات على التعذيب والاحتجاز خارج إطار القانون تجبر بضغوط شديدة منها مسؤولي الداخلية اليمنية على التصريح علنا عن سيطرات الداخلية على كافة السجون الرسمية ونفي وجود سجون سرية يأتي أن المعتقلين والمخفيين قسرا وتظهر أمهات المختطفين ليدحظ المحاولات الزائفة للتغطية على جرائم الإماراتية بحق المعتقلين منعطف جديد إذن يدشنه المختطفون الذين قضوا ما يقارب ثلاث سنوات في سجون سرية وعلنية خارج سيطرة الدولة يؤسس لعصر النضالي ضد القمع الوحشي الذي ترتكبه قوة الحزام الأمني ومن ورائها الإمارات في سجون عدى بالمحافظات الجنوبية وتزامنا مع تواصل إضراب معتقلي سجن بئر أحمد في العاصمة المؤقتة عدن عن الطعام لليوم الثاني جددت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية جديدة في عدن مطلبها بالكشف عن مصير ذويهن المخفيين قسرا في سجون تشرف عليها دولة الإمارات وجددت الأمهات خلال الوقفة الاحتجاجية أمام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في عدن مطالبتهن للوزير الميسري بالوفاء بوعوده التي قطعها لهن في آخر لقاء جرى بين الجانبين في الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بالكشف عن مصير العشرات من أبنائهن المخفيين قصرا في السجون السرية بالمحافظة وقالت الرابطة في بيان أن وزير الداخلية تعهد بالكشف عن مصير العشرات من المخفيين قصرا في السجون السرية ومحاسبة المتسببين بالإخفاء والتعذيب والعمل بالإجراءات القانونية للمعتقلين تعسفيا في سجن بير أحمد ورددت الأمهات هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قصرا الذين أصدرت النيابة أوامر بالإفراج عنهم وإحالة الباقين للنيابة أكثر من 220 حالة سوء تغذية حاد تم تسجيلها خلال شهر واحد في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع المديرية الأكثر تعرضا لانتشار حالات سوء التغذية في صفوف الأطفال هذه الصور ليست في القرن الأفريقي بل هي لأطفال مصابون بسوء التغذية في محافظة الضالع ثائر قصة ويع تجسد حجم مأساة يمر بها سكان مديرية الأزارق أسعف إلى عاصمة المحافظة وهو في حالة موت سريري لتتحسن حالته عقب إعطائه كمية من السوائل اللازمة توفيت أمه بسوء التغذية لذلك قامت قدرته أم أبوه بتربيةه ولذلك كانت تعطيه الطعام الكافي لكي يتم نعش قسمه مما أدى إلى سوء التغذية أطفال نهش لقوع أكسادهم النحيلة بريف الأزارق في مديرية هي أكثر مديريات المحافظة فقرا وإصابة ومعهم الكثير ممن أثر الفقر فيهم بمناطق مختلفة وأكثر مديرية تقع تحت خط الفقر كترتيب ثالث مديرية في محافظات الجمهورية اليمنية لذلك نناشد جميع المنظمات الإنسانية العاملة أن تترخل لإنقاذ أطفال الأزارق المركز الرئيسي لسوء التغذية استقبل خلال شهر 220 حالة إصابة فيما كانت اليونسيف قد رصدت أكثر من 2000 إصابة خلال الفترة الماضية في ثلاث مديريات وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني لا زالت حالات التغذية في ازدياد الوضع لا يزال في تدهور الناس بحاجة إلى دعم أو أمن غذائي أكثر أمن غذائي يوماً واحداً من كل أسبوع تقوم فيه منظمة باستقبال الأطفال المرضى ممن يخضعون للفحوصات وتلقي الغذاء الخاص بسوء التغذية هنا في مركز الفاخر كغيره من مراكز عدة انتشار سوء التغذية هي بسبب الفقر والعوز وعدم قررة المواطنة على إسعاف حالتهم إلى المستشفات أو المركز الصحية وإيضاً بسبب الحرب الاستمرارها في هذه الفترة الأخيرة تستاد حالات سوء التغذية مع ازدياد معدل الفقر وتدني مستوى الدخل في محافظة لا زالت تشهد حرباً مستمرةً على أطرافها حرباً لا يعلم السكان ما تنتهاؤها عبد العزيلي يمن شباب الضالع فرضت ميليشيا الحوثي الإجرامية حصاراً من عدة جهات على أبناء وسكان مديرية حيران فيما تواصل الألغام التي خلفت في المديرية حصد أرواح المدنيين وتبذل السلطة المحلية بدعم من مركز الملك سلمان جهوداً للتخفيف من معاناة المواطنين يعيش أبناء مديرية حيران أوضاعاً صعبة جراء حصار الميليشيات الحوثية لهم بعد تحرير المديرية من قبل الجيش الوطني الشهر الماضي بعدها فرضت ميليشيات الحوثية الإنقلابية حصاراً خانيقاً على المواطنين في المديرية من الجهة الجنوبية باتجاه مديرية عبس والجهة الشرقية باتجاه مديرية مستبأ ومنعت عنهم جميع المواد الغذائية والصحية وعملت على فرض نقاط عسكرية على مداخل المديرية تمنع المواطنين من الدخول والخروج الحوثة قضروا عننا الخطر وسكروا عننا كل شيء حباً سيسمى حصد هك والله ورح مواتنا الجوع إن شاء جوع دقيق ما حصلناك لذلك أنا مواتنا جوع لم تكتفي الميليشيات بهذا القدر من الحصار بل عملت على زراعة الألقام والعبوات الناسفة على جنبات الطرق والخطوط بشكل عشوائي مما تسبب في الفجار البعض منها وإصابة عدة مواطنين بين قتل وجريح طبلادنا كلها لغم واحد ولم يوقع عند أعساء إلى هذا الموقع الذي هلك الدنيا بل ألقام من باك هلك من مشى في الأرض هلك ما عاد يجزموا له واحد يخرجوا اليوم حتى فطروا الطرق دارونا ويتحونا ألقام بدورها تعمل السلطة المحلية بالمحافظة بعد عدة زيارة قامت بها إلى قرى ومدن مديرية حيران للإطلاع على حجم المعانات التي يعيشها المواطنون هناك والعمل على تخفيف معاناتهم فقد نفذت عدة حملات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نقول بالله الحمد هذه الإغاثة وصلت إلى كل قرية إلى كل بيت إلى كل منزل والمركز الملك سلمان وجه الأخواء العاملين في هذا المركز بصورة مستمرة يومية لوصول هذه الإغاثة إلى كل محتاج لن يكون هناك أقول لإخوارنا في أبناء حيران ومهيدي لا تقلقوا هناك الإغاثة مستمرة المواد الغاثية إن شاء الله لن يكون هناك جائع لن يكون هناك محتاج لن يكون هناك مريض الحملات الإغاثية المتكررة والمستمرة التي تقدمها السلطة المحلية بدعم من مركز الملك سلمان بدورها عملت على تخفيف وسد احتياجات المواطنين ومعاناتهم الحمد لله لقد تم توزيع سلات غذائية عدد 4034 سلة غذائية من تاريخ 15-8 إلى 18 من هذا الشهر شهر 9 كذلك بلغت عدد الأسر المستفيدة 4411 أسرة مستفيدة وتعمل قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء الركن يحيى حسين صلاح على تأمين المديرية من أطرافها وصد هجمات الحوثيين عليها سعد القاعد يمن شباب أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الاعتمادات التي استكملت إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة وأوضح البنك في بيان أن عدد الطلبات الموافق عليها بلغت 20 طلبة وبلغت اعتماداتها 34 مليون دولار أمريكي في حين تم استكمال الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية وإرسالها إلى الجهات المختصة في السعودية للموافقة النهائية بعدد 15 طلبة وذكر البنك أنه استكمل إجراءات الاعتمادات المستندية لعدد خمس طلبات من موارد مخصصة من الحكومة بدأت شركات ومحال الصرافة في محافظة شبوة إضرابا عن العمل يستمر حتى السبت المقبل احتجاجا على التدهور السريع للريال اليمني مقابل العمولات الأجنبية وقالت مصادر وعاملان محال الصرافة والتحويلات المالية بمدينة عتق مركز محافظة الشبوة قالت أغلقت أبوابها أمام المتعاملين بسبب التدهور المستمر للعملة الوطنية وعجز الحكومة عن وضع حلول عاجلة لوقف هذا التدهور وتسبب تدهور قيمة الريال أمام العمولات الأجنبية بشكل مباشر في ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل عز حكومي عن إيقاف الانهيار شهدت أسعار المواصلات والنقل داخل مدينة عدن ارتفاع كبيرا بلغ نسبة 100% وقال سكان محلي اليمن شباب أن أسعار المواصلات في العاصمة المواقعة عدن ارتفعت بمعدلات كبيرة مؤخرا عقب أزمة الوقود والمشتقات التي عصفت بالعديد من المحافظات وقال شهود عيان أن أجرة المشوار الواحد ارتفعت من 150 ريال إلى 250 ريال وسط استياء كبير من قبل المواطنين وبرر أصحاب الباصات رفعهم لإجرة المواصلات بارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومعاناتهم في الحصول عليها في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد الجدير بالذكر أن معظم أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية ارتفعت مؤخرا بشكل كبير جراء أزمة تدهور الريال حيث شرف سعر الدولار الواحد على بلوغ 700 ريال يمنية أعادت السلطات المحلية افتتاح نادي تعز السياحي بعد إعادة ترميمه وجاء الافتتاح بمناسبة العيد الوطني السادس والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر بعد إغلاق دام قرابة أربعة عوام بسبب قصب ميليشيا الحوثية على حي المسبح منذ أول أيام الحرب استأنف نادي تعز السياحي أنشطته الرياضية والثقافية بعد جهود بدلت اللجنة الرئاسية لتسليم مؤسسات الدولة وتفعيلها اليوم نجشن فعالية من فعاليات السادس والعشرين بالستمبر بابتتاح نادي تعز السياحي هذا النادي الذي ظل بغرقا بسبب الحرب الظالمة على تعز نحن اليوم مع الأخ نايب وزير الشباب والرياضة افتتحنا هذا النادي ودشنا فعالية فعالية خاصة بالسياحة تدويقا لليوم العالمي للسياحة دشنا العمل بمنتزه التعاون باحتفال فني وخطابي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر انشودة صباح سبتمبريا صدحت به تعز على إيقاء الجمهورية احتفان بالذكرى الخالدة في قلوب أبناء المدينة المحاصرة سنحتفي سنحتفل وفي الأخير سنتذكر كل الذين قدموا تضحياتهم هذه القاعة التي اجتمعنا فيها أصبحت من اليوم وفق قرار محافظ المحافظة أصبحت تحمل قاعة أحمد عبده سعيد يجب أن نحفظ جميعا هذا الاسم هذا الاقتصادي الراحل وأول وزير للخزانة في الجمهورية اليمنية في الساعة الأولى من افتتاح المنتزة انتشر المئة من أبناء مدينة تعز بفرحة احتلت المسبح الوحيد في المدينة المحاصرة ليعيش زحام لم يشاده منذ تأسيسه نفتقد إلى السباحة في مثل هذه المسابح والآن الحمد لله بعد أربع سنوات هناك بداية انثراقة في محافظة تعز والأمور كما تجاهدون تسير على آخر المئة الأطفال والشباب يهرعون إلى المكان إقبال كبير على المنتزه منذ اليوم الأول لاستئناف أنشطته إذا استمر بهذا الشكل سيحقق إرادة تمكنه من إضافة مشاريع سياحية تفتقر إليها مدينة تعز بالتزامن مع احتفالات سبتمبر وأكتوبر يحتفل أبناء تعز اليوم بافتتاح نادي تعز السياحي وتفعيل أنشطته بعد تسلمه من قبل السلطة المحلية من اللجنة الرئاسية عبدالعز سبحاني من شباب تعز وفي خبارنا الأخير حقق منتخب الناشئين الوطني لكرة القدم فوزا عريضا على نظره الأردني بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف في مباراته الأخيرة ضمن نهائيات كأس آسيا للناشئين التي تستضيفها ماليزيا حتى السابع من شهر أكتوبر القادم بمشاركة ستة عشر منتخبا في أربع مجموعات وحسم المنتخب الوطني المباراة مبكرا بتسجيله أربعة أهداف سريعة خلال الدقائق الأربعة والعشرين الأولى من زمن الشوط الأول عن طريق فيصل عبدالله وتامر سنان وسعود القعود وصادق الجلال وسجل المنتخب الوطني هدفه الخامسة في الدقيقة السبعين بعد حصول اللاعب فيصل عبدالله على ضربة جزاء نفذها بنجاح فيما تمكن المنتخب الأردني من تقليص النتيجة بتسجيل هدف من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة الخامسة والسبعين وودع منتخب الناشئين الوطني لكرة القدم البطولة بنتيجة مشرفة محتلا المركز الثالث لمجموعته الثانية برصد سلاث نقاط ختام النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها نائب الرئيس يتحدى الميليشيا بزيارة معقلها بصعدة ويؤكد اقتراب الجيش من رفع العلم الوطني فوق جبال مران الميليشيا ترد على هزائمها بقصف وتهجير المواطنين بمقبن غرب تعز وتقرير دولي يكشف عن مقتل خمس بائة يمني خلال تسعة أيام مختطفون بسجئن بير أحمد يواصلون إضرابهم عن الطعام وأمهات المختطفين تجدد مطالبتها وزير الداخلية بالكشف عن مصير أبنائها في الختام دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء إلى اللقاء